واصدرت بجلة دولانسنت تبية البريطانية تقريلا يوم الخميس الماضي جاء فيه ان باحثين سنيين اجروا تجارب سررية خول لقاح فيروس كرونة الجديدة بين ابريل ويوليو حيث شملت اكثر من 600 متطوع صحي تتراوح عمارهم بين 88 عاما وقال تقريلا ان جميع المتطوعين ابدوا استجابة مناعية في غضون اثنين واربعين يوما بعد تلاقيه ولم يحدث ردود فعل سلبية خطيرة وقال فريق الباحثين ان نتيجة هذه التجارب وفرت معرومات وفيدة للمرحلة القادمة من التجارب السررية